نجم الكاميرا بتحب وشه بيكبر كل يوم عن التاني وبياخد مساحات أكبر وفي موسم رمضان شارك من خلال عملين الأجهر وجعفر العمدة لعب أدوار مختلفة ومتنوعة وبيحاول يدور على الاختلاف طول الوقت ودي سيمة أي حد بيحاول أنه يكون تاريخ فني شارك في واحد من الأعمال الفنية اللي حققت إرادات هزيلة وطلع يدفع عن نفسه بأن العمل تظلم هو حسني شتا الفنين حسني شتا بيظهر خلال موسم العيد بفيلم هارلي أسطورة الأسفل مع النجم محمد رمضان وده تاني عمل يجمعهم بعد ما شارك معاه بمشاهد بسيطة في مسلسل جعفر العمدة ولاعب دور بسيط ولكن كان محوري في العمل لأنه جزء كبير من الصراع الرئيسي حسني شتا في جعفر العمدة كان بيلعب دور يوسف فتحالة واللي محمد رمضان بينهي حياته خلال مشاجرة بين الاتنين علشان تنشأ عدوة كبيرة بين العلتين وفي الأجهر بيقدم دور مميز من خلال شخصية بيشا الفنان حسني شتا من وهو صغير كان واخد قرار أن التمثيل هيكون هو حياته درس في كلية الأداب في جامعة اسكندرية وبعد كده تخصص في قسم المصرح علشان يقدر يتعلم ويفهم بالضبط هو بيعمل إيه اشتغل أعمال مصرحية كتير في الجامعة وقصور الثقافة ومن هنا ابتدى يفهم يعني إيه مصرح وتمثيل وبعدين قرر أنه ينزل القاهرة علشان يشتغل ويشوف طريقه وابتدى أنه يقدم في مكاتب كاستنج واشتغل شوية في إعلانات وبعدين ابتدى أنه هو يشارك بأدوار صغيرة يعني مشهد أو مشهدين زي فيلم بدل فائد ودي كانت البدايات في الفترة دي كان حسني شتا بيقول أنه بيقعد في شقة واحدة مع 23 شخص تاني وكان بيضطر يفرش على الأرض في أي حتة وينام وكان بيسخن الأكل بتاعه على المكوى ودي مرحلة هو لما بيبص لها دلوقتي بيبقى سعيد بيها وإنها كانت تجربة في حياته قدر بعد كده أن يحقق انطلاقة فنية كويسة وخصوصا لما جاله دور في مسلسل الأب الروحي وكان بيقدم دور ابن الفنان محمود حميدة وده خلاه يظهر بشكل كويس ويعتبر الانطلاقة الحقيقية ليه مسلسل ليالينا 80 كان بيعمل فيه دور سبب له مشكلة مع الفنانة رانيا محمود ياسين اللي حذرته من أنه يعتمد على شكل والدها لأن الجمهور وقتها شبه حسني شيتا بوالدها الفنان محمود ياسين ولكن هو رد وقال أن اللبس وطبيعة الشخصية هي اللي أظهرته شبهه ولكن هو بشكل عام مش معتمد على ده حسني شيتا شارك في عمال فنية كتير بعد كده ولكن يمكن الأزمة الفنية اللي تعرض لها لما شارك في بطولة فيلم خرج ولم يعوده واللي ترفع من السينمات بسبب تحقيقه صفر إرادات في آخر أيام عرضه وأكبر رقم حققه كان 61 ألف جنيه ولكن هو رد على الكلام ده وقال أن الفيلم اتعرض لهجوم من مافيا وأن الفيلم اتقاضى عليه لأنه ملوش ظهر يحميه وكمان اتعرض لأزمة كبيرة خلال تواجده في لبنان مؤخرا لما حصل زلزال كبير وكتب وقال قمت من النوم افتكرت ان يضيخ وانا قاعد في الفندق واكتشفت بعد ثواني أن الفندق بيتهز جامد واللبس في الدولاب بيتهز والتليفون والأجهزة بتتحرك طلعت البلكونة لقيت المبنى بيتمرجح يمين وشمال فاستشهد وهاجم الإعلامية بوسي شلبي بعد حوارها الشهير مع دميانة نصار بطلة فيلم ريش واسطوب تعاملها معها وقال لها كفاية عكو وقرف بقى وعنصرية وعنجهية مزيعة إيه وإعلامية إيه بس بوسي هانم أنت فعلا ما ينفعش تكوني ولا تحلامي تكوني مزيعة لسبب واحد أنك معدومة الإنسانية حسني شتا فدلي هزر مع الجمهور مؤخرا بعد تنامي شعبية مسلسل جعفر العمدة واصطراع بين عائلة فتح الله وعائلة جعفر العمدة وكتب على تويتر أنا يوسف حمادة فتح الله وحابب أوجه رسالة لعائلتي الكريمة حمدة فتح الله كفاية اللي انتو بتعملوه مع جعفر أنا متعاطف معاه ومسامح جعفر العمدة بطمينك يا حج حمادة ابنك في مكان أفضل